مرحبا بكم اليوم سنعمل بسكوت للكيتو طايم لمرضاء السكر كتير هو سريع ومميز يلا على الوسط عندنا هنجوز الهند والمكسرات هي اختيار الوزف والسوداني حسب زوكو وبيض وديل السكر النوع الكمية اختيارة وبيكن بودر نستخدم بشر لمون ونعصر نصف لمونه واحد كوب جوز الهند 75 جرام لوز ني واحد كوب 150 جرام التحلية بديل السكر النوع والكمية اختيارة بيكن بودر معلقة صغيرة بيد عدد اثنين نبشر اللمون ونعصر نصف لمونة ونطحنهم حتى تكون العجنة متماسكة من الفترة الاخرى بنقلب الخليط منشان الخلاط يمشي معنا مثل هيك لازم تكون العجنة يعني من الفترة الاخرى بنقلب الخليط منشان يمشي الخلاط مثل هيك لازم تكون العجنة متماسكة شايفين كيف بنعمل الحجم المناسب لإلنا أنا هعملهم 12 القطعة أنتوا عملوا الحجم المناسب لإلكم ولكن هو هيك أعتقد أنه مناسب الحجم نستخدم كوب بنعمل الشكل اللي احنا بنحبه حسب زوكم ممكن نعمل حزوز 2 3 4 حسب زوكم نشغل الفرن مسبقان 160 درجة ماءوية في الرف الأوسط لمدة 20 دقيقة هذه هي المكونات إذا بحاجة إلى التقاط صورة نتركها تبرد تماما ممكن نستخدم الفول السوداني أو أي نوع مكسرة احنا بنحبه كثير روعة وسريعة جدا كثير هو روعة ومميزة الناس الموجودين عندي على الصفحة على فيسبوك مانا يشتركوا عندي بالقناة على اليوتيوب اسم القناة شيف نائل منشان يوصلكم كل جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر